يمكن اليوم حديثنا عن مسرح البلد اللي عاد وعاد بقوة بعد يمكن توقف لمدة عامين المشهد الثقافي يعني باعتقادي خلال هدول العامين يمكن توقف زي ما توقفت العديد من الأمور نتيجة أكيد الإغلاقات وإجراءات كورونا هلأ مسرح البلد هيرجع واليوم رح نتحدث أكثر مع الأستاذ رائد عصفوره ومدير مسرح البلد عن الفعاليات اللي احنا كنا بانتظارها لأنه في مشاركات عديدة للعديد أيضا من الدول في هذا المهرجان صباح الخير صباح الخير أعطيكم العافية أهلا وسهلا شكرا لك وشكرا لأستضافتكم أهلا وسهلا سيد رائد مسرح البلد يعني هو مركز فقافي وفني قديم ومنصة مهمة لعدد كبير من الشباب بالإضافة للفرق المتواجبة خلال فترة الكورونا مثل ما ذكرت أنت حضرتك يعني كان في شغل بسيط من خلال الأونلاين ولكن دائما الأونلاين في هيك تفاعل مطلوب أن يكون حي ومباشر مع الجمهور اليوم عدتوا ببرنامج الحمد لله ما شاء الله مليء وزاخر يعني من بعد أيام يمكن بـ 24-26 بتبلش أول نشاطاتكم حتى يعني بالفترة هاي بأصد حتى نهاية العام فخلينا هيك نعمل ملخص للبرامج القادمة يعني إحنا بدأنا تقريبا من فترة الصيف بدأنا من خلال مشروع بلدك اللي هو رسم الجداريات ونظمنا عروض موسيقية في المدرج الروماني في خلال شهر سبعة وحاليا عنا أربع عروض يوم السبت والأحد القادم رح نستضيف فرقة من فلسطين اسمهم 47 سول وعنا فرقة من الأردن اسمها أكتاف وعنا من مصر فرقة مسار إجباري وعنا برضو من الأردن الفنان بشهر أبو طالب حيكون في برنامج متواصل بالعروض الموسيقية يعني الشهر القادم في عروض بس يعني رح نفوت للعروض الداخلية مهرجان بلدك مستمر كمان برسم الجداريات عنا جداريات في إربد الشهر القادم برضو حنرسم بإربد عنا مهرجان حكاية برضو حيبتدئ مع وزارة الثقافة بشهر 11 ورح نظلنا مستمرين نحضر نرجع بكثافة فنية عشان نتواصل مع جمهورنا الكريم يعني إحنا عم نشوف فعاليات عديدة نحن نتطرق لها أكثر بشكل مفصل ولكن دائما منقول المسرح الموسيقى الفن بالعموم والثقافة خاصة بهذه الأمور بتوصل رسائل مش بس تعطيه خلنا نقول يمكن ترفيه لأنه هو جزء كتير كبير هو ترفيه ولكن لما نحكي عن رسم الجداريات كان في لكم رسالة حاولتوا أنكم توصلوا من خلال الفنانين أكيد اللي شاركوا برسم الجداريات كل سنة عادة نختار التيمة معينة ونشتغل حواليها مع مجموع الفنانين العرب والأجانب والأردنيين السنة حاولنا أن نكون التيمة نشتغلها حق الوصول للموارد الأساسية اللي هي كالماء والتعليم والبيئة النظيفة حق للجميع فابتدأنا رسمنا في مدرسة ربة عمون في وسط عمان مع مبادرة مدرستي مع فنان إيطالي كنا نرسم عن حق الوصول إلى الماء النظيف للأطفال في إربد نرسم عن حق التعليم مع الفنان الأردنية زن مصمار ومستمرين بهذه التيمة نشتغل نحاول تغطأ العديد من المناطق نحاول طبعا لأنه خلال فترة عمر المهرجان اللي صار له الآن عشر سنوات يعني احنا تقريبا اشتغلنا بأكتر من 25 منطقة في عمان وفي الأردن واشتغلنا كمان على حي كامل في جبل الهاشمة اللي هو حي الزغتيت احنا الآن نسميه حي الغرفيتي في عنا أكتر من 20 جدارية على عمرات متواصلة يعني هو متحف مفتوح الناس بتمشي حاليا بعملوا زيارات إلو بتفرجوا على مجموعة من اللوحات الضخمة على العمرات الموجودة في جبل الهاشمة أنا روح حتى زرته وحتى في كتير من الجميل أنه يعني الأخبار هذا المعرض المفتوح إذا نسميه وصلت برا عمان يعني في كتير من اللي بيجوا من البلاد المتحدة الأمريكية بقولوا بدنا نروح هناك نزوره ونتصور جنب هذه الجداريات الجميلة فرائع شغل رائع يعني هو نادر أنك تلاقي في مدينة هاي المساحة المتخصصة باللوحات والجداريات الكبيرة اللي أنت ممكن شوفيها كلها مرة واحدة ترضيها تفع واحدة وبرسائل مختلفة يعني كل سنة تضاف رسائل جديدة من خلال الجداريات وفنانين عالميين ومعروفين في العالم يعني هم اللي بيجوا على العمان وبرسموا وبيحطوا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشيء يعني مكسب إلنا إنه هذولة زاروا الأردن واشتغلوا معنا ورسموا في بلدنا والله يريد كثير منهم هذول الجداريات على جد لأنه بالفعل يعني مشهد فني وثقافي وحضاري جميل جدا خاصة لما يكون على المباني كمان المرتفعة يعني بالفعل جاذب للنظر وكمان يعني جميل للبيئة لأنه الفن نوع من أنواع يعني إذا بدك بعيدا عن تلوث البصر اللي أحيانا منشوفه في المدن المقتضة بدي أنت اللي موضوع الإنتاجات المسرحية في إلكم إنتاجات مسرحية عربية وأيضا مع فرق يعني أجنبية وعالمية خلينا نتحدث عن الجانب العالمي وخلينا نتحدث عن الإنتاج القادم محلي يعني هو الإنتاج القادم إنتاج مهرجان وهو حكاية يعني عادة حكاية إحنا من استضيف عروض عربية وعالمية ومنساهم بإنتاج بعض العروض المحلية مع الفنانين العرب والأجانب وخلال مثلا فترة الإغلاق عملنا المهرجان هذا أونلاين بس كان كل المشاريع اللي قدمت إنتاج المسرح يعني إحنا أنتجناها ورتبنا كل المشاريع المشتركة كيف تتنفذ وكنا بنشرف على التدريبات عن طريق الأونلاين عشان ننتج شي جديد يصير باسم الأردن وباسم مشارجان حكاية هذا مازال مستمر ونحاول نقدر ننتج أكبر عدد ممكن لأنه يعني جميل أن يكون في عنا سنويا فن جديد عروضة جديدة قادمة وبتقدر كمان تنطلق للوطن العربي والعالم أنها تكون بدأت من الأردن وعن بتسافر وبتوصل لمحلات جديدة باسمنا وهذا منحس أنه كمان مسؤولي لأنه أنت من خلال الفن زي ما حكيت فضلته أنه في رسائر كثير مهمة نحن نوصلها للجمهور ونتواصل معه ونشوف رجلة الفعل ونحاول نبني على ردود الناس وكيف استقبلوا الأعمال الفنية أستاذ رائد إذا نتحدث يعني أنا يمكن كما بوجه قاعدة بس رسالة لكل أشخاص يقدروا أنهم يتابعوا صفحاتكم أكيد على وسائل تواصل الاجتماعي حتى يعرفوا البرنامج بشكل عام لمهرجان مسرح البلد ولكن خلال عشر سنوات اللي قمتوا فيها شو التغييرات اللي لمستوها من خلال يمكن الجمهور اللي يعني أكيد أول ما بلجته التحدي بيكون أكبر دائما حتى تقدروا أنكم توصلوا هاي الثقافة يعني وحتى تقدروا تجتسبوا العديد من الجمهور خلال عشر سنوات شو التغيير شو التغذية الراجعة اللي شفتوها من خلال الأشخاص يعني لما بدينا إحنا بدينا كنا كان بصعوبة بالغة أنك تقدروا توصل إلى الناس عشان تفهمهم إحنا شو عم نعمل وإحنا شو بنا نتواصل مع بعض ونتحاور بس بعد عشر سنوات يعني كان فيه تطور كبير فيه مبادرات كثيرة انطلقت من المشروع واستمرت لوحدها فيه شركاء كثر ساروا في الأردن وفي الوطن العربي لمسرح البلد إحنا منحس أنه الآن سار فيه تقريبا شبكة كبيرة من المؤسسات الثقافية الفنية اللي بنقدر نشتغل سواء بمشهد فني مستقل بنقدر نتواصل بنقدر نبني مع بعض وبنقدر نلمس احتياجات الجمهور الأردني والجمهور العربي وهذا يمكن اللي بيخلق دائما تحدي أنت بدك تظلق دائما متواصلة مع الجمهور وتعرفي وين بدك هلأ شو الخطوة القادمة هل مثلا أنا أروح بالأتجاه الجداريات هل لازم يكون الموسيقى هون المشاريع الحديثة بدك تكون منطلع كل المشهد مش بس في الأردن في الوطن العربي وفي العالم عشان نقدر نبني نتواصل يعني أغير عن القياس لاتجاهات الناس والأوقات المناسبة لكل نشاط من النشاطات والطلب يمكن عليها أحيانا بدأنا نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله العام القادم أيضا تستمروا بنشاطات أكتر وأكتر من بداية العام وأكيد دائما انتجاتكم جميلة وفي كمية إبداع زي ما قلت لك وأتمنى مرة تانية أنكم تكتروا من الجداريات في عمان شكرا إنكو وإحنا يعني عن جد يعني إحنا سعداء جدا أننا نتواصل من خلالكم مع الناس كمان تلفزي الأردني من أهم المنصات اللي إحنا بنقدم أعمالنا من خلالها سعداء ومتمنى تكونوا معنا يوم السبت والأحد القادم في العروض الموسيقية في المدرجة الرومانية إن شاء الله المدرجة الرومانية هذا المكان الجميل التاريخي يعني رأكيد يحتضن فعليات فنية من أتمنى كل الأشخاص يتابعوا صفحاتكم هتعرفوا أكتر وأكتر عن الجدول رح تكون الفرقة الفلسطينية 47 هاي الفرقة اللي كتير يمكن عم بيستنوها وعم بينتظروها نحن السبت سيكون فرقة 47 مع أوكتاب من الأردن والأحد مسار إجبار المصر وبشير أبو طالب من الأردن حدير مسرح البلد رائد عصفور شكرا شكرا جزيلا